هلا بكم كشف موقع أفريكا انتليجنس عن وصول عناصر تابعة لشركة أمنتم العسكرية الأمريكية إلى ليبيا لتدريب الجماعات المسلحة في طرابلس بموجب اتفاق مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقع وإذ أوضح أن عناصر الشركة الأمريكية سيدربون ثلاث مجموعات مسلحة كشف عن وجود تنسيق من الخارجية الأمريكية لوضع هذه المجموعات في إطار موحد لتأمين الحدود ونزع السلاح كما أشهر الموقع إلى أن هذا التعاون قد يضمن إطالة أمن حكومة الدبيبة نافيا وجود أي رعاية للقيادة الأمريكية في أفريقيا بالأمر من طرابلس ينضم إلينا أحمد أبو عرقوب الباحث السياسي الليبي أهلا بك معنا على شاشة الحدث بداية بالنسبة لكم ومما تتابعون حول هذه القضية ما حقيقة أصلا وجود قوات أمنتمم الأمريكية في طرابلس للتدريب نعم مساء الخير أستاذ ضحى تحية طيبة لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير نعم هناك الكثير من الأخبار والتسريبات تؤكد وجود شركة أمنتمم الأمريكية في طرابلس وأيضا في قاعدة البطية وفي ظل هذه التطورات وأيضا في ظل التوسع التواجد الروسي في ليبيا لا يستبعد أن تكون للولايات المتحدة موطأ قدم في ليبيا خصوصا وأن لا يمكن فصل ما يحدث في ليبيا عن ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية الآن روسيا تحشد لغزو شامل في أوكرانيا والآن يتم ترتيب رقعة الشطرانج وليبيا جزء من الصراع الدولي طيب نعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نعم لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى قائلا أن الحكومة الأمريكية عادة لا تدرب الجماعات المسلحة لكن إذا صحت المعلومة بأن هناك قوات أمريكية فعلا للتدريب المعلومات كانت تتحدث عن ثلاثة مجموعات بالتحديد تتحدث عن الواء 444 والواء 111 والكتيبة 166 ما الذي يعني تدريب هذه المجموعات بالتحديد إذا كانت المعلومات صحيحة نعم الموجود في ليبيا حسب المتداول ليست قوات تابعة للقوات الأمريكية أو قوات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وأنما هي شركة خاصة وإذا كانت تريد الولايات المتحدة أن تدخل بشكل عن طريق مؤسساتها وعن طريق وزارة الدفاع فكان من الأجدر بها أن تتعامل مع رئاسة الأركان العامة مباشرة أو عن طريق لجنة خمسة زياد خمسة فيما يخص تأمين الحدود ونجع السلاح ولكن هذه الترتيبات هي كما ذكرت امتداد للصراع الدولي الحاصل الآن بين حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بالإضافة إلى ما تفضلت به حضرتك بأن كنت أحضرت أستاذ الظحى كنت تتكلم عن لو سمحت يعني لو تذكرين أستاذ الظحى بسؤال حضرتك فيما يخص حقيقة التواجد أسألك أن قوات الأمان تمام فعلا إذا صحت هذه المعلومات بأنها تدرب هذه المجموعة بالتحديد لماذا هذه المجموعة بالتحديد يعني لماذا مجموعة الواء 444 والواء 111 والكتيبة 166 لماذا هذه المجموعة بالتحديد بالنسبة للواء 444 قتال هو أكثر أكبر قوة عسكرية موجودة تقريبا في ليبيا مدربة بشكل احترافي وتم تدريبها على مستوى عالي جدا حتى من قبل بعض المدربين الأمريكيين وغيرهم من المدربين الأجانب يعني قوة قتالية أتبتت جدرتها في أكثر من مناسبة أما فيما يخص المية الكتيبة أو اللواء 166 فهو لواء قياداته من مصراته وأبرس قياداته هو محمد لحصان وأيضا هذا اللواء متمرس جدا في الحروب ولديه صيط عالي فيما يخص السيطرة في الحروب وأيضا كذلك اللواء 111 إذا كان طيب وبالتالي ماذا تدربه على ماذا تدربه من الولايات المتحدة حسب المعلن وحسب ما نشرته أفريكا انتليغنس بأن التدريب سوف يكون على حماية الحدود وجمع السلاح ولكن هذا مستبعد تماما هو الفكرة إعداد جيش موازي لجيش الليبي الموجود في شرق ليبيا حسب وجهة نظري ويطاعم ويدعم هذا الجيش في غرب البلاد بأسلحة ومعدات عسكرية لكي يوازي حجم القوة الليبية الموجودة في شرق البلاد في حال أن تقرر التوسع روسيا أو التوسع التواجد الروسي ما بعد الوسط أو الجنوب فإن سوف تكون هناك قوة عسكرية في الغرب تكون رادعة وبتالي هذا باعتقدكم هو السبب من وراء الاهتمام الأمريكي بهذه الحكومة بالتحديد الآن نعم وربما أيضا حتى يكون تضييق الخناق على التواجد الروسي في ليبيا خصوصا وإذا ما توسعت روسيا في حربها على أوكرانيا فإن أعتقد بأن الجبهة التي سوف تكون ملتهبة أيضا في الصيف بالإضافة إلى الجبهة الأوكرانية سوف تكون ليبيا باستهداف القوات الروسية الموجودة في ليبيا شكرا جزيلا أحمد أبو عرقو بالبحث السياسي الليبي كنت معنا من ترابلوس شكرا جزيلا أحمد أبو عرقو بالإضافة إلى الجبهة الأمور اشتركوا في القناة